نروح للتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان أميم من عام اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس أيضاً اتحاد الدولي للخماسي الحديث وكلمنا عن الخماسي الحديث أكتر من مرة كان معنا ضيوف كتير جداً كمان والإنجازات اللي هي محققة حتى هذه اللحظة بعثة المنتخب الوطني خليني أقول لحضراتكم للخماسي الحديث سيطرت زوجي على منصة التتويج مختلط في بطولة إسبانيا الدولية للشباب والشباب ده تحت 17 و22 سنة المقامة ببرسلونا توجد ثنائي الميسي وحاجة شرف بجد المكون هنا من أولاً أريح سرحان ومحمد حسام بالميدالية الذهبية برصيد 1057 نقطة وأعتقد ده برضو يعني عدد نقاط رائع جداً وحقق الثنائي أيضاً نجوة حسن وياد الكاشف الميدالية الفضية برصيد 1049 نقطة وحقق الثنائي الجانعاتية والسيف البنداري الميدالية البرونزية برصيد 1031 نقطة إنجاز محترم بجد والخماسي الحديث وبنتكلم هنا أبطال مصريين وتاني الخماسي الحديث من الرياضات اللي هي برزت مؤخراً وأصبح عندك مش بطل أو 2 أو 3 أو 10 أسماء كتيرة جداً بترفع اسم مصر في محافلة دولية مختلفة وبتشرفنا بمديليات كمان ذهبية مش بتشرفنا بتمثيل مشرف خلاص صحيح ومن ضمن الأبطال التي تتكلم عليهم كمان سيف وائل الحقيقة حصد سيف وائل الميدالية الفضية في بطولة كأس البلطيق للخماسي الحديث للشباب تحت سن 19 سنة والمقامة في كرواتيا كمان حقق سيف وائل المركز الرابع في منافسات تحت سن 21 سنة والمركز العاشر في منافسات العمومي الحقيقة يعني تقلق سيف زاهر في هذه البطولة بشكل كبير جداً وحقق المراكز المحترمة والمتميزة دي وحقق كمان رقم جديد ليه هو شخصياً في السباحة والرماية والجري الحقيقة حاجة عظيمة جداً وظهر بصورة أكتر من رائعة في فعاليات هذه البطولة وكلمة حقق لازم تتقال يعني العيبة الخماسي متقلقين بالمعلومة ولا أرواح حقيقة ترجمة نانسي قنقر